بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور سما الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مذرارا واجعلنا لنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوا بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي لمر ثم لا ينصرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل غير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيك ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحما وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادتهم قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أهنكم لتشهدون أن مع الله آلهة نخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه الذين خسروا أنفسهم فهو لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنته إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنتنا يفقروا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءونك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير لولين وهم ينهون عنه وينهون عنه وإن يهلقون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ رقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ربوا لعادوا لما مو عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ رقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتتهم قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنه لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت عسل من قبلك فصبه على ما كذبوا وأوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراب فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على المدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله صم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبطن في الظلمات من يشاء الله يغلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله أو تبكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقل أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل رأيتم إن خد الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من لا من غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل رأيتكم إن تاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يغلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهموا العذاب بما كانوا يفسفون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه قل هل يستوي العما والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداءة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتلنا بعضا ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بينا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربهم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تابني بعدي وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قل ضليت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي لمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب أبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفت برسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كربين ثم أنكم تشريكون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرض لكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقضون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخضون في آياتنا فأعرف عنهم حتى يخضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفسه بما كسبت ليس لا من دون الله ولي ولا شفية وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأنا قيم الصلاة والتقوم وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيقوم قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصنامنا لها تنني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من المقنين فلما دن عليه الليل رأى كوفبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب لا فلين فلما أفل قال لا لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني ودهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاده قومه قال أتحادوني في الله وقد هذان ولا أخاكم ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركهم ولا تخافون أنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأيل الفريقين أحق بلم إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك له لمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وآرون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولواشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوء فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أدراه إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قلنا ننزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونهم قراطيس تبدونها وتثون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنزرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال أوحي إليه ولم يوح إليه شيء ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم على آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتموا أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعرون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي ذلك الله فأناك فكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا آيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا آيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خدرا فأخرجنا منه خدرا ومن النخل منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعيا قنوان دانية وجدنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أسمر وينعيه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الدن وخلقهم وخرقوا لهم بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هم وأعرف عن المشركين ولو شاء الله ما أشرقهم وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعملون ولوننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعد ذخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليهم أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوهم وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن قطعت فرم من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظمن وإن هموا إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا يتاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مغفرلتموا إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وظرم ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوهم وإن طعتمهم إنكم لمشرثون أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية نكابر مجرميها لينقروا فيها وما ينقرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لَلنُومِنَ حَتَّى نُوتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللهِ الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينقرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراف ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم ينزكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسرون يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينزرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملون وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أن شاءكم من ذرية قوم آخرين إن ماتوا عدون لآتوا وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَلَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكِمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائُهُمْ لِيُرْضُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُهُمْ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْصٌ حِجِرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْدِيمٌ لا يطعمها إلا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِيمٌ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه لنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزوابنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهم بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا ما رزقهم الله افتراءً على الله قد ضللوا وما كانوا مبتدين وهو الذي أنشأ دنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة والنخل والزرع مختلفة نكلهم والزيكون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصابه ولا تسرف إنه لا يحب المسرفين ومن لنعام حمولته وفرشا كلوا مما أرزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزوان من الضال ثنين ومن المعز ثنين قولا الذكرين حرم أم لونسيين أما اشتملت عليه أرحام لونسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن لبلثنين ومن البقر ثنين قولا الذكرين حرم أم لونسيين أما اشتملت عليه أرحام لونسيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم في زيري فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به فمن مبقر غير باغ ولا عام فإنه ربك غفور رحيم وعلى الذين آدوا حرمناه الذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى باقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله حدة البالغة فلو شاء لهداكم أدمعين قل هلوم مش أذاءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء فلو شاء الذين كذبوا بآياتنا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشجده وأوفوا الكيل والميزان بالقصة لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب ننزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لولنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون على آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني ما نوى لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهو لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى سراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزه وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم